صباح كل يوم تقوم سيدة سميرة جورية من سكان مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بتفقد وسقاية نباتاتها التي وزعتها بترتيب على شرفة منزلها السيدة سميرة البلغة من العمر ستين عاما تقول أن شغفها بامتلاك المزرعات بدأ منذ صغارها حيث كانت والدتها تمتلك ساحة كبيرة في منزلهم القروي وتزرع فيها أنواع مختلفة من النباتات والشجيرات أنا من الظغري أحب الزريعة وأخدت هذا الشيء من مرحومة أمي وكثير لي شغف بالزرايا وأحب كثير كثير من يوم يوم أنا أحب الزريعة وكثير عندي أنواع يعني في عندي زرايا يمكن عمرهم 30-35 سنة وكثير أحب مثل ولادي أعتبر وأحكي معا أقوم الصبح أصبح علي وأحكي معا أحس يردوا عليه يعني الزريعة كمان روحية في هذه الزريعة المطات لقول الكوتوكي بصراحة يقولوا تجلب الحظ وبصراحة تعطي رياحها نفسية سيدة أخرى من سكان مدينة القامشري تفضل شراء نباتات لتزين منزلها رغم مساحته الضيقة مشيرة إلى أن وجودها في المنزل يشعرها براحة نفسية كما أنها تعطي المكان منظرا جميلا كنا عايشين ببيت عربي قديم وتتعرفين أن البيت العربي القديم دائما فيه حوش كبير ومكان للزريعة كان عندنا كتير أشجار كان عندنا شجرة ليمون وعندنا شجرة أنكيدينيا وكان عندنا شجرة رمان كان فيه كمان زرايع كتير وهيك نباتات صغار وخضار وهيك وأنواع صباريات فمن طفولتنا ونحن عايشين وفتحنا عيوننا على الخضار وهل الأقصص الحلوة يعني فظل هذا الشي عايش فينا حتى بعد ما كبرنا وتزوجنا صحيح هلا سكننا بشقق يعني قدر المستطاع نجيب مثلا يك حوض صغير نحط فيه اللي ضل من ذكرياتنا فيه مثلا هلا أنا كشخص أحب الريحان كتير في نباتات يقولوا أنه تجيب الحظ الحلو في نباتات نفس الوقت يقولوا تجيب النحس أو الشعم مثلا اللي يزرعوا هيك يقولوا طبعا هل أنا كشخص ما آمن به هالقصص يعني نبات هو خضار يعني إيش إلوزن به هالقصص يعني وتشهد مدينة القامشلي إقبالا جيدا على شراء نباتات وشجيرات الزينة رغم ارتفاع أسعارها كما أن الكثير من العائلات ممن يمتلكون مساحة في منازلهم الشعبية يفضل نقطنا أشجار الفواكه والصنوبر والشمسيات والعرائش والورود